بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي محبي ومتابعي قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل. النهار ده هنتوا مع بعض ازاي نعمل فكرة البلوزة الشيفون دي او البنشو زي ما انتم بتشوفوه كده. اه دي زي اه شايفين الخيامة بتاعتها جمعة اهي. اه دي عبارة عن شفون او كريب اللي هو اخف اه حاجة. اه بس بتبقى في الشفونات برضو شكلها شيء جدا. اه وزي ما انتم شايفين ان هو جاي من هنا مفتوح مش مقفول. متخيط من 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 هنا من عند جنب الجسم لكن مش من الطرف. هو عبارة عن ايه? بيبقى ان انا بفتحه دي فتحتين هنا من الجناب زي ما انتم شايفينها ان انا ادخل من الحزام. اه برضو الموديل ده بنقدر وماشيه ازاي برضو الطول مرتين. يعني هنا الطول ده جماعة كده تقريبا عند من تسعين للمتر. بنجيب مسلا مترين. الطول مرتين زي ما احنا شايفينه عشان برضو عندنا حزام. خلاص يا جماعة بيبقى دي اكتر من شكل ببستو برضو مدام اللي هو ماشي هنا عريض هتلاقوا جاي من الجناب برضو اطول شوية من النص. خلاص. وهو زي الصورة دي برضو. هي هي. ماشي. وبرضو الموديلات دي تبقى نفس البرضو الموديل بزدبط بس على اختلاف الاشكال. اه يا جماعة انا بجيب الطول مرتين. وبطبقه كده نصين ده كده عندي الطول. بطبقه كده نصين. وبعد كده بروح مطبقه على الاربعة. خلاص. هيجي كده اعمل الرقبة بتاعتي. باخدها تمانية في عشرة مسلا. ده الامامي. والخلفي ببقى اصغر. نجيب قلم تاني. اهو. عشان يبقى واضح. ده كده الخلفي. وده كده الامامي. لو انا عايزها على قد الرقبة بالضبط هعملها وعمل لها في لما اجي انا اضافها بالسجاف هعمل لها فتحة. هيجي اقص الخلفي اهو. خلاص تمام. وهاجي افرده. كده. وعمله كده عشان اقص الامامي. اهو يا جماعة. سهل جدا ما فيوش اي حاجة. اهو. نقدر نعمل كل اللي بسينا في الصيف وكطع كتير وبكل سهولة. الحاجات دي بتتجاب غالية اصلا. تمام? هاجي اعمل ايه بقى? همسك البلوزة من داير جميع الجهات. هتنيها ممكن طبعا هتاخد اول. وبعد كده ممكن انا هتنيها تانية عاددة بحيس ان هي هتديها منظر ان هي ما بيبقى لها شكل يعني. طبعا هتنيها داير ميدور كله. تمام? خلاص? طيب. بعد ما اتنيها خلاص كده هي بالنسبة لي خلصت. وهنضف دي ممكن ببيئة او بسجافة عادي زي ما احنا متعودين. طيب انا هجي اعمل ايه يا جماعة? هجي اطبقه كده على ربعة. ليه بقى? عشان عايزة اعرف فين مكان الوسط بتاعي اللي هطلع منه ايه? الحزام. انا عايزة اعرف مكان الحزام فين. دا يا جماعة اهو. انا عايزة اعمل الحزام جاي هنا من عند الوسط. زي ما انتم شايفين اهو عند الوسط بالزبط. فانا عايزة اعرف هفتح له فين. وهجي على القدم قاس الوسط بالزبط. خلاص? هاجي اعمل كده جماعة مفروض ان انا مفروض ان انا لما كنت بقى هاجي هاخد طول صد. هاخد فين طول الوسط بقى? مش هناخد طول صد الوسط لانا عايزة فين طول الوسط بتاعي. طول الوسط بتاعي مسلا نقول لكم هنا. يبقى انا كده هنا عندي دا خط الوسط اللي انا علمته دا مسلا هنا كده هعمل عليه خط. طيب عندي هنا خط الوسط فين اخد عليه دوران الوسط مزبوط وازود عليه حوالي اتنين سانتي. يعني اه عند دوران الوسط مسلا اه تمانين هيبقى مسلا الربع بتاعي عشرين اخليه مسلا اتنين وعشرين. هخليه اتنين وعشرين. واقول ان هنا كده الحتة دي كده ان انا هفتح الفتحة هنا. بس طبعا انا مش هاجي جماعة افتح الفتحة كده لأ انا هاجي. مفروض ان انا بعلم بس انا هفتحها دبعا عشان انا بالمقصة عادي لكن انت مش هتفتحيها كده. انا بعلمها وبروح بعمل لها عرق عراوي. مكان الجزء اللي انا فتحته ده بيبقى مكانه عرق عرق وليه عشان خاطر ما ينفعش ان انا اقص اللي وماشي كده. تفاهمين? ما ينفعش ان انا اقص انا هعلم له مسلا انا مسلا هعمل كده اعلم مكان العراوي وتتعمل. هقول ان هنا مسلا هوا هنا هي هنا. هعملهم ايه? يعني انت وانت مطبقة كده اسهلك. هتعمل ايه? هتروحي معاملهم كده. وجاية مسلا انا اعلمت ان هنا مسلا ده مكان العروة. هعمل دبوس. وهو درفع اعلم 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 كده هتعلم عندي ايه? الاربع اماكن بتوع ايه? بتوع الحزام بتاعي. خلاص. يبقى انا كده وهعمل مكانهم عروة. عروة يا جماعة مش هاقص. انا ممكن يا جماعة اخلي الحزام اتربت قدام او خليه اتربت من ورا ده حسب الحقيق رغبتك. هاجي كده من ورا. هحطه في الفتحة اللي من ورا. وده اللاحة من فتحة الامامية. وبرضو الناحية التانية نفس الحكاية بالزبط اهو. اهو. ده كده براحتي خالص اهو. ده بقى شكله. ان انا لو عايزة اضمه شوية لو انا عاملها واسع شوية على الوسط هتلاقي نفسك بتضميها. اهي. وده شكلها. بتبقى شكلها حلو قوي حتى في المصوية في الحاجات دي بتبقى جميلة. اه في الصيف طبعا بيبقى حاجات الحاجات الجميلة دي في الصيف بيبقى لبساها سهل وبسيط. اه رب تكون الفيديو عجبكم كان سهل عليكم. اه وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع قناة بيبل تعليم الخياطة بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.